ترجمة نانسي قنقر ومتحت رعاية ملكية سامية من لد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وقال وزير المواصلات والاتصالات إنه بناء على نجاح معرض البحرين الدولي للطيران في الدورة الخمس الماضية فقد أكدت العديد من الشركات العالمية إعادة مشاركتها في معرض 2022 مرحبا في الوقت ذاته بتوقيع اتفاقية مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن صناعة الطيران في سوق الشرق الأوسط تشهد نموا في المشاريع المتعلقة بتعزيز البنية التحتية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية والخدمات الأرضية وغيرها مؤكدا أن المملكة تحظى بمكانة كبيرة وثقة عالية في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر